منذ أن نالت حكومة محمد الشيعة السوداني ثقة البرلمان والأسئلة تتكرر والأراء متوالية حول أبرز التحديات التي ستواجهها المنهاج الوزري تضمن حزمة وعود قيل إنها حملت كل شيء من التعليم إلى الصحة مرورا بالأمن والسياسة الخارجية وليس انتهاء بإصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وحصر السلاح بيد الدولة مراقبون وسياسيون لا يرون أن المشكلة العراقية نظرية حيث أن جميع رؤساء الوزراء قدموا المناهج والبرامج المختلفة وتضمنت الأفكار التي يمكن القول إنها لو طبقت ستنتج واقعا مختلفا لكن الكلمة التي تشتبك مع جذر المشكلة العراقية هي كلمة الأحزاب المتحكمة بكل شيء حيث تقدم المناهج الوزرية ويتم الحديث عن أفكار جديدة وتصطدم بصخرة ثقيلة لا تتحرك وهي الأحزاب التي حولت الوزرات ومؤسسات الدولة إلى منابع لمنافعها ونفوذها العميق في الدولة العراقية سيواجه السودان أزمات صحية مشاكل في التعليم خدمات معدومة سيكون عليه أن يعيد هيبة الدولة سيطلب منه أن ينهض بدور المؤسسة الغائب في العراق والأهم سيصطدم بسؤال تتردد أصداؤه في كل مدن البلاد أين ذهبت الثروات وما هي الطريقة التي تجفف منابع اللصوص وهي أسئلة ستواجه ذات الصخرة التي تقف ثقيلة وواسعة في طريق تقدم البلاد أحزاب لا تقدم حلا وإنما تريد أن تأخذ فقط مما ينتجه الريع النفطي وثروات أخرى لكن منهاج السوداني الذي حمل فكرة إجراء انتخابات مبكرة خلال عام بعد تعديل قانون الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر يمكن أن يكون مخرجا مناسبا لحكومته في حال لم تستطع تحريك صخرة الأحزاب وفشلت في صناعة أي تغيير منشود بحسب مراقبين أشاروا إلى أن عمر الانتخابات المبكرة سيخلص الإطار التنسقي ومعه محمد الشيع السوداني من مسؤولية أي فشل أو بقاء للوضع على ما هو عليه في ظل شارع لا خيار له غير الغضب ومحاولة الصراخ بوجه صخرة لم يحركها الصراخ منذ سنوات طويلة